بيع التقصيط هو بيع بين طرفين يعجل فيه المبيع وهو السلعة ويؤجل فيه الثمن كله أو بعضه على أقصاط معلومة لأزمنة معلومة وبيع التقصيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة أحكامها لأنه انتشر انتشارا كبيرا في معاملات الأفراد والأمم وقد ورد النص بجواز بيع نسيئة وهو البيع مع تأجيل الثمن فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن وبيع التقصيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن وغاية ما فيه أن ثمنه مقصط لعدة أقصاط لكل قصط منها أجل معلوم ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة والنصوص الشرعية وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنها لم ترد بجواز زيادة الثمن من أجل التأجيل ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا قالوا لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى فالآية بعمومها تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي بين الطرفين فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحا وقد جرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع وسئل الشيخ ابن بازر رحمه الله عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد يختلف عن بيع التأجيل وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء فالتاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقدا فكلاهما منتفع بهذه المعاملة والله أعلم